أولا أنا مرحب بيكم وبشكركم طبعا هذه الزيارة وإن شاء الله يكون فيه دعاون مثمر في الأيام المقبلة ويمكن يعني إحنا تناقشنا في حاجات كثيرة يعني قلنا دور الهيئة الوطنية للصحافة إن هي بتدير مؤسسات صحفية القومية ويما تم المؤسسات صحفية طبعا أهرام أخبار جمهورية روزة الله في الهلال نعم عارف نملك يعني خمسة وخمسين إصدار 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 إذا كان يومي أو لكتروني أو إسبوعي أو شهري أو خلا شو يعني من ضمن الكلام إن إحنا يكون فيه بروتوكول تعاون بيننا وبين بعض على أساس نقل الخبرات يعني زي ما هو مثلا الأستاذ عبدنا بيقال إنه هو حاجات يقال أنتو العراقة وإحنا الشباب فالمانع إنه هما يكون فيه اندماج بين الفكرين بالعكس إحنا نحن نرحب بهذا وده إضافة للإدنين يعني البلاد كجريدة بحرانية أو مؤسسة البلاد العالمية تبنت من فترة طويلة التحول الرقمي باعتبر إنه هو ده النهج الجديد اللي تنتهبه الصحافة وكان الفكرة إن هي بقى فيه تعاون بينها وبين الدول العربية الشيقة اللي هي خبرة في اللبناء فحاجاتك بتبص للمبادرة دي يعني أو للمؤسسة العالمية كالبلاد إيه اللي ممكن أنتو شخصيا تستفيدوا منها كهيئة وطنية للصحافة شو ده حاجة إحنا عملنا هنا موقع موبايل أبليكيشن اسمه بط إحنا بنعمل باف تجريبي حالياً وده إحنا مش هنشتغل بس في مصر بالعكس إحنا يعني عايزين برضو ناخد أخبار بتاعت البلاد وإذا كان في أي إصدارات أخرى تحب إن هي تشترك معنا بالعكس أنا مش عايز إلي بقي قاصرة على المؤسسات القومية عندي بس لا مؤسسات قومية مؤسسات خاصة أي مؤسسات صحفية موجودة على العالم العربي أنا مستعدة إن إحنا نشتغل مع بعضينا بالعكس ده يثري الموبايل أبليكيشن أكثر وأكثر شكراً جزيلاً نشكر حضرتك وتشرفنا بالقاءة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر